تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تتواصل فعاليات للمرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة ثلاثين يوما حيث شهد اليوم الثالث لمعارض المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء مسلزمات شهر رمضان كمان فاسبيع عملات دولة زي ده كل حاجة متوفر فيه وممتاز جداً بصراحة أما خارج المنافس دي بنلاقي أسعار طبعاً مع التجار حاجة لا يتخيلها عقلي أسعاري عالية جداً جداً بصراحة يعني أنا طول اليوم بلف في الأسواق ما فيش حاجة مش متوفر أسعار برضو معقولة يعني إذا كان غلية بيتغلي باستحياء النوى ما فيش غلوة فاحش وكلام أنه والحمد لله الحمد لله إحنا في نعمة السرعة متوفرة جداً كل حاجة دلوقتي في المبادرة أسعارها جميلة وسهل الشراء يعني لسه من فيش ضغط قوي يعني لسه بعد دخول رمضان كفصان طيبين بس فكل حاجة كويسة الحمد لله في أكثر من 993 منفذان من منافذ أمان ومبادرة كلنا واحد تتوافر السلع بأسعار مخفضة وبأقل من أسعار الأسواق ما أفار حالة من الارتياح لدى المواطنين حيث تواصل وزارة الداخلية توفير سلع مخفضة في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار السلع متوفرة كل حاجة موجودة الحمد لله دي وسكر والرز وكل الحاجات دي متوفرة ومتوفرة بكميات كمان مش حاجة قليلة وخلاص لا متوفرة في أي وقت أي حد يلاقي موجود فيها فاش أي مشكلة بس أنا شايفة أن الأسعار مناسبة شوية عما كنا متخيلين يعني نحن كنا متخيلين أن الأسعار هتبقى عالية جدا الفترة دي بس لا أنا شايفة أن الأسعار كويسة يعني الحد ما كويس الأسعار مهفضة يعني هو الرز في الكارتون هنا بتاع التاحية مصر في المبادرة يعني ما يشايفة راح بينه عشر جنيه تقريبا السعر الكيلو عشر جنيه لكن برها بيها تراح من 14 ل 20 الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وغيرها وزيادة نسبة المعروض في الأسواق المحلية بتخفيضات تصل إلى 60% من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن أحمد الحسيني التلفزيون المصري